بعد يومين من أول محادثات مباشرة وجها لوجه بين وفد الجيش الليبي ووفد ميليشيات مجرم الحرب حفتر المتمثلة في اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في بيان لها أن الجانبين قد توصل إلى اتفاق حول العديد من القضايا المهمة منها فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط جميع المناطق والمدن الليبية بالإضافة إلى الشروع في ترتيبات أمنية مشتركة مع التركيز بشكل خاص على الطرق والمعابر من الشويرف إلى سبهة إلى مرزق ومن أبو جرين إلى الجفرة والطريق الساحلي من مصراته إلى سيرت وصولا إلى جدابيا ومواصلة دعم التهديئة الحالية على جبهات القتال وتعزيزها والابتعاد عن التصعيد العسكري كل ذلك وما زالت الدول الداعمة لحفتر تواصل إرسال الشحنات الضخمة من السلاح والذخائر وزيادة الوجود العسكري للمرتزقة الروس والميليشيات الإرهابية في المنطقة الممتدة من الشويرف حتى سيرت الخبير العسكري عادل عبد الكافي خلال مداخلة مع التناصح أكد أن تواجد المرتزقة الروس والأفارقة في صفوف ميليشيات حفتر سينسف أي تفاهمات سياسية وعسكرية قادمة من جهة أخرى أكدت ستيفاني اتفاق اللجنة على ضرورة وضع حد للتحريض والتصعيد الإعلامي ووقف خطاب الكراهية وذلك في وقت تستمر فيه القنوات الإعلامية التابعة لحفتر وميليشياته في التحريض على سفك دماء الليبيين ومباركتهم لقصف المدنيين بالعاصمة وهو ما يطرح سؤالا عن جدية الاتفاق وصدق النوايا في الالتزام ببنوده خاصة أن مثل هذه الاتفاقات والتفاهمات عقدت من قبل وخرقت من قبل مجرم الحرب حفتر اشتركوا في القناة